السحر العالي او ده التلفون جايب كده وصعيف عماتا هنشوف في المواقع عزيزي المشاهدين صباح الخير عليكم ازايكم وعملين ايه السحر خمسة ايه اونور ماجيك 5 برو او اونور ماجيك خمسة برو التلفون اللي اعلنت عنه من كام يوم شركة امر في مؤتمر عالمي وتقيل التلفون ده جايب مقاييس خرافية طلع الاول او رقم واحد بالنسبة للشاشة بالنسبة للكاميرات بتاعته كاميرات خرافية وشاشة فوق الرائعة سيستم جديد هنشرحه لكم و هنقدمه لكم النهاردة هنرجع التلفون ده ونشوف سعره في اخر الحلقة الخرافي اللي محدش هيصدق السعر ده بجد هنشوف سلبياته و ايجابياته وطلع في عيوب وطلع طب هو احسن حاجة دلغاية دلوقتي اتلقت مش هت المراجعين مش هت الناس كلها هو افضل تلفون حتى الان لعام عشرين تلاتة وعشرين يتفوق على سامسونج وعلى هواوي وعلى ابل ايه حكاية التلفون وايه حكاية نظام الزكاء الاصطناعي في التقاط الصور هننقش حاجات كتيرة جدا وهنرجع حاجات اقوى واعلى في التلفون ده خليكم معنا واشوفوا الحلقة دي حتى نهيتها وهنرجع مع بعض التلفون اللي معنا النهاردة الرائع من شركة وهو اعزائي مش هدين في كل مكان ازايكم اخباركم ايه يا ربط وبخير اهلا بكم في حلقة جديدة من حلقات قنفاندر تكنولوجيا ومعرومات ومعاكم اخوكم اشهر اعلنت هنر عن القوة او الساحر الخامس الرائع في سلسلة الماجيك هنر ماجيك 5 برو هي طبعا اعلنت عن السلسلة كلها وانا جايب هنا وبستعرض اعلى واحد في السلسلة التلفون ده بكل المقييس قوي وتحفى ويفاجر جدا التلفون ده جماعنا استعيدوا مع بعضينا سعره مش هقول انه هو رخيص ولكن مقابل الامكانات اللي بيقدمها الغول دوت اللي قدامنا او اللي معانا النهاردة اللي هنراجعه بالذات لما نعرف الانكناب بتاعته والاوبشن الرائعة اللي جاي بيها التلفون ده هتعرف انه هو يستهل فعلا انه هو يبقى بالسعر ده يلا مع بعض هنراجع انا مش عايز اطول المقدمة عشان قدامنا معلومات كتيرة جدا خليها قدام حضراتكم النهاردة مش هانس افكر حالكم متنسوناش في كل مكان زر الجرس لو سمحتم فعلوش اجريكم كل جديد وفي سندوق الوصف او سندوق الاسفل الفيديو فيه لينكات من شركة جوميا خشوا خدوا فكرة ولو عجبتكم حاجة اشتروها دعما للقناة يلا مع بعض نصطعرض التلفون الرائع الطحفة يلا بنا التلفون اعلن عنه في فبراير عشرين تراتة عشرين وتحديدا سبعة عشرين فبراير عشرين تحديدا تحديدا يبتدي يتباع في العالم والشرق الاوسط يوم واحد وتلاتين مارس عشرين تلاتة وعشرين التلفون ده جاي في تصميمه الاول قبل ما اقول ابعاده بشكل غريب جدا اولا بالنسبة للشاشة الامامية فنازلة بتصميم جديد حاجة اسمها كواد كيرف واخدى كيرف من كل نواح الشاشة حتى من فوق ومن تحت تلاقي الشاشة مش نازلة فلات على الامونيوم او الحد بتاع الفريم بتاعه التلفون نفسه لأ نازلة ببومبيه لتحت سنة ده بالنسبة من الشاشة الامامية واخدى الشاشة نفسها الاولى في التقييم بتاع شركة دي اكس او مارك حاجة قوية جدا من الظهر التلات كاميرات في المنتصف داخل دايرة واخدى بومبيه وشكل خروج زي فوهة البركان مدية الشياكة وروعة مع طبعا اطار المعدني الشيك قوي مدى جمال للتليفون دا فعلا ابعاد التليفون دا بتيجي 162.9 في 76.7 في 8.8 مليمتر الوزن المقدر للتليفون هو 219 جرام من الامام الازاز محمي بجوريلا جلس فيكتس بلس الظهر بيجي من الاليمونيوم الظهر بيجي من الازاز والفريم من الالمونيوم وبعض بتنزل ب الجلد الايكو ليذر زي ما انتوا شايفين في الصور التليفون مهيئ انه ياخد شرحتين اتصال بخلاف الاي اس اي ام نازل بمعيار الاي بي سيكس ايت المقاوم للمية وله الاتريبة نيجي بالنسبة للشاشة فالشاشة من نوع الال تي بي او اولد مليار لون التردو بتاعها ورفريشت من الزيرو ل120 هيرتز بيدعم اله دي اار التين بلس والنيتس بيوصل لألف وتونممائة نتس فارعا بتاع السنة اللي فاتت الفور تقريبا في تونممائة النتس بالنسبة للمساحة مساحة الشاشة هي اكبر مساحة الشاشة حتى الان في وسط التليفونات اللي نزلت ستة فاصلة تمانية واحد انش بقوة استحواز واحد وتسعين فاصلة زيرو في المية بالنسبة للرزيليوشن 1312 في 2848 بيكسل سبكت ريشيو 19.5 في تسعة والبيكسلات 460 بيكسل لكل انش شاشة قوية جبارة تستحق تاخد الاولى فعلا بالنسبة ليه البلادفورم او السيستم اللي نازل في التليفون ده هينزل باندرويد 13 بالوجهة المعروفة الماجيك الاو اس بس المراضي سبعة فاصلة واحد بيدعمه وجود المعالج من شركة سناب دراجون تمانية الجيل التاني اربعة نانو متر ده زي ما انتم عارفين ده اوكتا كور او ثماني النواة النواة رأسها القاستم القوية بقوة 3.2 جيجي هيرس كورتكس اكس ثري والنواتين المتوسطة الاولى بقوة 2.8 جيجي هيرس كورتكس اي سبعمية وخمستاشر والنواتين المتوسطة التانية بقوة 2.8 جيجي هيرس كورتكس اي سبعمية وعشر اما التلات انواية الموفرة للتقفة بقوة 2.0 جيجي هيرس كورتكس اي خمسمية وعشر التوليفة الرائعة والقوية دي من المعالجات او المعالج ده بيدعمه كارت شاشة جي بي يو قادرينه سبعمية واربعين طبعا مش محتاج ان اقول لكم انه ما هو مش هبقى فيه مكان لتركيب الكارت الميمولي ولكن بينزل بزاكرة 256 او 512 من النوع اليقف الحديث 4.0 المعروف عنه بسرعة نقل الدياتا والبيانات داخل الوحدة بسرعة فائقة جدا بينزل رامات اما 8 جيجا بايت رام مع 256 او 12 جيجا بايت رام مع 256 و 512 الزاكرة او 16 جيجا بايت رام فقط مع ال 512 جيجا بايت ذاكرة داخلية نيجي بالنسبة للظهر وبالمناسبة الكاميرات دي اخدت برضو الاولى في تقييم دي اكس او مارك زي ما احنا عارفين هي فيها اربع كاميرات الكاميرا الرئيسية 50 ميجابيكسل فتعات سواحد فاصلة 6 عريضة بالدعم المالتي دايريكشن والبي دي ايف والليزر اوتو فوكس والو اي اس الكاميرا ال بريسكوب تلي فوتو 50 ميجابيكسل بالدعم اه فتحة عدسة 3.0 بالدعم البي دي ايف اللي هو اي اس 3.5 اكس اوبتيكال زوم والكاميرا الالترا ويت 50 ميجابيكسل فتحة عدسة 2.0 بالدعم والربعة اللي هي او او ودي ثري دي وفيه طبعا بتوصل اكس او اوبتيكال زوم قوية جدا ميزة التليفون ده اللي نازل بتحديث جديد مستخدمين حاجة اسمها الاي اي او الارتفيشال انتليجنت الزكاء الاصطنوعي مع التصوير الكاميرا بعيس ان انت وانت مسلط الكاميرا دي على الحركات او مشغلها بتلقط بزكاء الاصطنوعي احلى حركة بيعملها الكائن اللي قدامها سواء حيوان او سواء بني ادم او سواء اموشا من عربية او سواء اي حاجة قدامها بتلقطها طب ازاي بفتح الكاميرا وهتلاقي فيه زرار من الشمال تحت بتدوس عليها عبارة عن حركة التليفون بيبتدي يلقط الصور لوحده من غير ما حتريك تتدخل او تدوس او تلمس الشاشة عشان تلقط الصورة نفسها ودي حاجة عظيمة جدا عرفت توصلها مع التحفة في التليفون ده فالزاكال الاصطناعي بتاعها بتاعها وصل لدرجة عالية جدا لو ليفت الكاميرات اللي تكلمنا عليها بيدعمها LED Flash بيدعم تصوير HDR والبانوراما وتصوير فيديو بيوصل ل4K بفريم 30 و60 فريم برساكند اعلى حاجة نيجي من الامام بقى ففيه كاميرتين من الامام في الاعلى من ناحية الشمال الكاميرا الاولى 12 ميجابيكس ثلاثة اتنين فاصلة اربعة دي والكاميرا التانية تي او اف تري دي بالدعم والبيوماتريكس بيدعموا تصوير وبيدعموا تصوير الفيديو اربعة ك بفريم 30 فريم برساكند اما الصوتيات ده فحادسوا على حرج بالنسبة للصوتيات هي رائعة جدا ففيه سماع من الاسفل وسماع من الاعلى شكلهم شيك اوي ستيريو وللأسف مافيش تركيب جاك او مكان للجاك 3.5 التليفون دوت زي ما قالوا المراجعين هو نازل باحدث حاجة في تكنولوجيا كومنيكيشن الواي فاي نازل بفرجن 7 دول باند البليوتوث باحدث حاجة 5.3 بس هو محطوط خطأ بس في جي اس ام وهيعدلوها في جي بي اس نازل بتراي باند الانيف سي طبعا موجود والانفاريد موجود والريديو مش موجود واليو اس بي من نوع تايب سي 3.1 باحد وبستخدم في نجي بالنسبة بقى للبصمة فالبصمة اصفل الشاشة بس مش اوبتيكال دي الترا سونيك بدعم طبعا الفيس اي دي وبالنسبة لي السنسورز اللي موجودة زي بقيت الفلاكشيب العالية بيدعم طبعا الالترا الوايد باند اليو دابليو بي ساببوت بالنسبة لي البطارية بتاعته بينزل من التليفون ده نوعين من البطاريات اول البطارية هي خمس تلاف اه ومية ميلي امبير ودي للعالم او اما للصين فبينزل اه بطارية خمس تلاف ربعمية وخمسين ميلي امبير مصنوع من السيليكون كاربون معهم شاحن سريع بيوصل لمية واط ولكن الشاحن بينزل معه ستة وستين واط شاحن ويرلس خمسين واط ويقدر يشحن عكسي اما عن طريق الويرلس او عن طريق الويرلس او الكابل او الكابل يعني بخمسة واط التليفون ده بينزل بينه اه ستة الوان الاسود والاخضر والازرق والبيربل والورنج اللي هو من الظهر اللون بتاعه اه او الجلد بتاعه بايل كده و الميوده او الماء اللي الزهر شوية سعر التليفون ده واحنا بنتكلم دلوقتي وقت تسجيل حلقة 1200 يورو تليفون غالي جدا او 8 مش قليل بيوصل تقريبا لحوالي 42000 جنيه بسعر عملتنا ده وقت تسجيل حلقة ولكن عزقنا في الحتة ديت للتكنولوجيا العالية قوي في التليفون ده من استخدام سيستم او نظام AI في التصوير للشاشة الرائعة القوية والكواد كيرف اللي النازل بيه للتصميم اللي واخد رقم واحد في D XO ل قوة الرامات والزاكرة الجديدة كله بصراحة تليفون رائع بطارية وشاحن سريع تليفون رائع من كل شيء من كل شيء فعلا يستاهل الرقم ده لغاية ان احنا وصلنا لنهاية الحلقة يا رب بتكون الحلقة عجبتكم طبعا مراحب للسفسار في اي وقت ما تنسوناش سبسكرايب اللايك الشير في كل مكان الكومنت واردها حالكم على طول زر الجرس وصمحتم فعلي واشيجي لكم كل جديد وصندوق الوصفة تلاقوا فيه لينكات من شركة جوميا خشوا خدوا فكرة ولا عجبتكم حاجة اشتروها دعما للقناة شكرا جدا للحسن استماع حضراتكم اشتركوا في القناة